موسيقى وصل رئيس الحكومة اللبنانية السابق صعد الحريري إلى لهاي لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري غدا وتنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالحكم بعد أن أرجأته المحكمة من السابع من أغسطس الجاري إلى الثامن عشر من الشهر نفسه بسبب انفجار مرفأ بيروت والذي وقع في الرابع من الشهر الحالي وخلف أكثر من مائة وسبعين قتيلاً وآلاف الجرحة وينضم إلينا من بيروت فادي سعد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل أهلا بك أستاذ فادي بداية هذا النطق بالحكم غداً ما الذي يمثله للبنانيين بعد خمسة عشر عاماً من الانتظار خصوصاً في هذه الأوضاع السياسية المتأذنة أولاً هذا الحكم هذا الحكم يمثل لحظة تاريخية في تاريخ العدالة في لبنان فبعد خمسة عشر عاماً على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شهيد رفيق الحريري ستقوم المحكمة غداً بالنطق بالحكم وتحديد المتهمين وأدانتهم باختيال أهم شخصية سياسية مرأت على تاريخ لبنان الحديث ونحن اللبنانيون سأمنا الاغتيالات السياسية ونحن نرى أن هذا أول اغتيال سياسي يصل إلى خواتيمه من ناحية التحقيقات واللطق بالحكم هناك اغتيالات كبيرة حدثت في لبنان سابقاً ولم تصل إلى أي نتيجة وطمست الحقيقة وطمس المجرم وهذه الأول مرة سيعرف اللبنانيون من هم المجرمون الذين اختالوا حلمهم باختيار رفيق الحريري في لبنان عام 2005 طيب هذه الاتهام كانت هناك اتهامات سابقة لعناصر تنتمي لجماعة حزب الله في حال تم إدانة حقيقية لهؤلاء هل هو مسار منفصل عن اتهام جماعة حزب الله أم أنه الوجه نفسه وبالتالي سيخلق ترتيبات أخرى في المشهد السياسي اليوم يعني اتهام عناصر من حزب الله باختيار شخصية سياسية كبيرة كرئيس شهيد رفيق الحريري هو حدث جلل وبالتالي على حزب الله التعامل مع هذا الأمر بعقلانية والتصرف بمسؤولية تجاه الشعب اللبناني وتجاه شركائه بالوطن وقيامه بتسليم هؤلاء المتهمين للعدالة لكي يدافع عن أنفسهم إذا استطاعوا الدفاع عن أنفسهم أما التهرب من تسليمهم للعدالة فهو دليل ضعف وهو إدانة إضافية لتصرفات هذا الحزب وبالتالي نحن اللبنانيين نصر على تسليم هؤلاء إلى العدالة ونصر على اكتصاص من المجرمين ومثورهم أمام المحكمة حزب الله حتى اليوم لا يقبل بهذه المحكمة لا بالشكل وبالمضمون يعتبرها سياسية بحتة دعنا ندخل في التداعيات لهذا النطق بالحكم غدا ما هي التداعيات الداخلية؟ أيضا ما هي يمكن أن تكون عليها شكل الاصطفافات الدولية؟ مثلا الولايات المتحدة وفرنسا أولا لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى حدوث حرب أهلية في لبنان أو حدوث لا سمح الله توترات أمنية في لبنان الجميع يعلم من قتل رفيق الحريري الجميع يعلم كيف قتل شهيد رفيق الحريري ولكن سوف نسمع الحكم غدا بتفاصيله وجزئياته والأدلة التي استند إليها من أجل تهام هؤلاء الأشخاص بالتخضيط ولكن دعينا نسمع الحكم بكليته لنرى كيف حضر هذا الاختيال وكيف من هم الشركاء إذا كان هناك في لبنان شركاء أو من هم المحردون إذا كان هناك من محردين والآخره ولكن لن يكون هناك من ارتدادات داخلية في لبنان لأن الجميع من لبنان يعلم من قتل رفيق الحريري ولنحن بانتظار نطق بالحكم فقط النطق بالحكم هو الذي سيحدد غدا من هو المتهم الحقيقي والمشارك شكرا لك جزيلا فادي سعد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل شكرا جزيلا لك تعتبر المحكمة الدولية الخاصة أو تعتبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أنشئت بموجب قرار دولي أول محكمة تنظر في قضية اغتيال سياسيا في العالم مسار طويل منذ أن أعلن عن هذه المحكمة وصولا إلى اليوم ألاف التحقيقات والشهادات والإفادات والجلسات سبقت موعد النطق بالحكم المرتقب غدا قبل خمسة عشر عاما لم يكن حال هذه الساحة كذلك حين ذاك استهدف التفجير البلاد انطلاقا من استهداف موكب رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري معه صدم العالم فتوالت لجان التحقيق الدولية حضر بيتر فتز جيرلد قدم تقريره ثم ديتليف ملس مقدما تقريرا ثانيا فكان القرار الدولي بإنشاء محكمة دولية انشئت المحكمة في العام 2009 فانطلقت أعمالها من مرحلة التحقيق والقرار الاتهامي الذي اتهم عناصر محسوبة على حزب الله بالجريمة إلى مرحلة الإجراءات التمهيدية فمرحلة المحاكمة التي عقدت غيابيا بعدما تعذر الوصول إلى المتهمين خلال هذه المراحل كانت أمام المحكمة مهمة النظر بأكثر من 150 ألف صفحة من الأدلة والاستماع إلى أكثر من 300 شاهد وعقد أكثر من 400 جلسة مصار أدى إلى تأخرها وهو ما سجله البعض ضدها أخذت وقت إنما بالمقابل فينا نقول أن الدفاع كان عنده ملء المجال للدفاع عن نفسه يعني عين مكتب الدفاع كان عنده مجال واسع وحقوق الدفاع كانت محترمة كان هذه المحكمة تكون عكس المحاكم الميدانية ومع النطق بالحكم تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اختتمت فصلا من مصارها ليبقى فصل مرحلة الاستئناف لأول مرة في لبنان قد تصل قضية اختيال سياسي إلى مرحلة النطق بالحكم بعد 15 عاما من إحدى أبرز القضايا التي هزت لبنان وشكلت انعطافا كبيرا فيه لكن على الأرجح سيبقى النقاش السياسي والقانوني حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقضية الحريري مفتوحا وحاضرا حمد شمارو العربي بيروت وشهد لبنان سلسلة اختيالات للصحفيين والسياسيين في الفترة التي تلت اختيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري منذ عام 2005 وحتى عام 2013 شهد لبنان عددا من الاغتيالات السياسية لا تزال البلاد تعيش تبعاتها إلى يومنا هذا في الرابع عشر من فبراير شباط عام 2005 اغتيل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ومعه الوزير السابق باسل فليحان وآخرون كانوا بصحبة الحريري أو في جوار الحادث الذي وصف بالزلزال السياسي في الثاني من يونيو حزيران عام 2005 اغتيل الكاتب سمير قصير صاحب المقولة ربيع بيروت حين يزهر إنما يعلن أوان الورد في دمشق في الحادي والعشرين من يونيو حزيران عام 2005 اغتيل أمين عام الحزب الشيوعي ومؤسس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جورج حاوي بعبوة ناسفة اتهم النظام الأمني اللبناني السوري بالوقوف خلفها في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول من العام نفسه اغتيل رئيس تحرير جريدة النهار جبران تويني فور عودته إلى لبنان من زيارة خارجية وفي عام 2006 اغتيل أحد رموز قوى الرابعة عشر من آذار النائب والوزير بير جميل في الحادي والعشرين من نوفمبر التشرين الثاني وفي الثالث عشر من يونيو حزيران عام 2007 اغتيل نائب تيار المستقبل وليد عيدو ونجله بعبوة ناسفة وفي التاسع عشر من سبتمبر أيلول من عام 2007 أود انفجار عنيف بحياة نائب حزب الكتائب أنتوان غانم أما في صباح الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني عام 2008 استهدف انفجار سيارة وسام عيد النقيب في قوى الأمن الداخلي الذي قيل انه نجح في اختراق بيانات الاتصالات في جريمة اغتيال الحريري وفي التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2012 اغتيل اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأحد المقربين من الحريري وبتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول من عام 2013 أودت عبوة ناسفة بحياة الوزير محمد شطح وهو من فريق الحريري أيضا هذا واستهدف آخرون بعمليات اغتيال إلا أنهم نجوا منها وهم الوزير مروان حمادة والوزير إلياس المر والإعلامية ميش دياق والعقيد في قوى الأمن الداخلي سامير إشحادة وهو أحد مسؤولي التحقيقات في قضية اغتيال الحريري